مرحبا أعزائي الصغار، اليوم سندرس حرف الغين التقى الأطفال في فرصة من فرص الدرس وبدأوا الحديث عن أوقات الفراغ وكيف يقضيها كل منهم بدل أحدهم بالسؤال قائلا أين تقضين وقت الفراغ يا غادة؟ أجابت ألعب الغميضة كل مساء في ساحة الحي مع أصدقائي وأنت يا غالية وحينها التفت الغالية وقالت تقص الربيع يغري بالتجوال أتوافقني يا بليغ؟ ابتسم بليغ وأجابها أفضل أن أبقى في نادي الرسم أو نادي المسرح والغناء بالمدرسة انتهت الفرصة وعاد كل منه إلى قسمه اندهشت المعلمة برسم بليغ فخاطبته قائلة رسمك طريف يا بليغ إنه يذكرني بقصة نعم يا سيدتي إنها قصة الغرابين والغيلم لقد أراد الغليم يوما أن يرى الغدير من الجو فطار به الغربان بشرط أن لا يتكلم لنتعلم معا يمكن أن نجد حرف الغين في ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول غسل غربان غيوم غسل غربان غيوم في وسط الكلمة كأن نقول ببغاء مغناطيس بغل ببغاء مغناطيس بغل في آخر الكلمة كأن نقول صمغ بليغ تبغ صمغ بليغ تبغ بغ مغناطيس سور صمغ بليغ مغناطيس